بعد يوم من انتفاضة جماهير مدينة أربيل ونجاحهم في تحرير مدينتهم من قبضة الأجهزة الأمنية الدكتاتورية امتدت شرارة الانتفاضة واسعاً لتعبر نهر الزاب الكبير وليتم تحرير مركز قضاء أكري باتجاه دوهوك والموصل وكذلك مركز قضاء كفري وخورماتو جنوب كركوك هكذا بدأت الانتفاضة تدق أبواب كركوك وهي ليست ببعيدة عن الموصل وتكريد وديالا وهي تلك المدن التي تتواجد فيها مناطق كردستانية واسعة كان النظام قد ضمها إليها لأهداف وأغراض سياسية لذلك أصدر المسؤول العسكري الأول على ما كان يطلق عليها أنذاك بمنظومة أمن الشمال علي حسن المجيد أوامره باعتقال كل كردي في عمر 16 إلى 60 عاماً في الموصل وكركوك وسائر المناطق الكردستانية التي كانت خاضعة حتى ذلك الوقت لسلطاتهم وبالفعل فقد تم اعتقال 20 ألف كردستانيين في كركوك و15 ألف آخرين في الموصل تم اقتيادهم للمعتقالات ومعسكرات الأسر الإيرانيين والكويتيين في أجواء قمعية رهيبة خوفاً من امتداد شرارة الانتفاضة هذا الإجراء الاحترازي من جانب المجيد صاحبه زيادة وتكثيف القوات العسكرية والأمنية في المدن والبلدات الكردستانية غير المتحررة فقد زرعت كركوك بالمدرعات والدبابات ومختلف صنوف القوات العسكرية والأمنية إلى جانب وضع مقارات حزب البعث وتنظيماته على أهبة الاستعداد لمواجهة مد الانتفاضة ومحاولة الحيلولة دون تحريرها وذلك ببناء خنادق ومتاريس صد عسكرية تحيط بكركوك تم ملأها بالبوترول ومن ثم أضرمت النيران فيها لصد قوات بيشمرقة الجبهة الكردستانية لكن إصرار المتفضين وتواصل الجهد العسكري والتنسيق العلي لقيادة الجبهة الكردستانية وقادة أحزابها والدعم الجماهيري الواسع كان أشد عزما من ذلك كله فبعد معركة شرسة شاركت فيها القوات العراقية بكافة صنوفها البرية والجوية استمرت على مدى يومين كاملين لم يهدأ فيهما أزيز الرصاص والدوي المدافع نجحت جماهير المنتفضة وبيشمرقة الجبهة الكردستانية في تحرير مدينة كركوك في الحادي والعشرين من آذار عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين وإذانا بانتصار الانتفاضة أوقدت نارو نوروز في هذه المدينة ذات الرمزية الكردستانية وفي عموم مدن وبلدات كردستان بكل حرية بعد سنين من المضايقات والملاحقات من قبل النظام الدكتاتوري ورغم المدة الوجزة التي تمتعت فيها المدينة بعبق الحريان ذاك إلا أنها شكلت منعطفا كردستانيا مهما تمخضت عنها نتائج إيجابية كبيرة فقد أثبتت الانتفاضة أن وحدة الصف الكردي كفيلة بتذليل كافة العقبات وهزم الأعداء مهما بلغت قوتهم إذ تم خلال مدة وجزة تحقيق انتصارات عسكرية كبيرة أسقطت خلالها فيلقين من قوات النظام الدكتاتوري وسيطر المنتفضون على عدد من المطارات العسكرية وتم تحرير مراكز محافظات كردستان الأربعان ذاك ومن ثم أسفرت عن تشكيل حكومة إقليم كردستان وهي ذات المسيرة التي بدأت بالانتفاضة وتواصلت حتى الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي ترجمة نانسي قنقر